خلينا نروح للخبر الأخير معنا في الأخبار المحلية وهو دكتور شريف العريان خبر يعني مهم جداً مهند شريف العريان قال إيه؟ قال مصر تقترب من استضافة دورة الألعاب الأفريقية للشباب خلي بالكم الكلام ده أنا كنت يعني وأنا بتكلم في الخبر اللي قبل اللي فات ما كنتش مركز في الخبر ده إحنا النهاردة البطولة دي كان مفوطة تلاعب فين؟ اللي هي بطولة الألعاب الأفريقية للشباب كانت مفوطة تلاعب في أسيوبيا إمتى؟ هتلاعي في شهر 8 اللي جاي أسيوبيا عندها بعض الأمور اللي ما تسمحش بيها أن هي تستضيف البطولة اتحاد اللي جاني للأولمبيات الأفريقية موجود دلوقتي في مصر عشان نشوف إمكانية تنظيم مصر الحدث ده سبب وجود زي ما قلنا بعض الأمور في أسيوبيا تمنع تنظيمها أو تعوق تنظيمها وأكد أن في مصر شغالها على تجهز ملف لإستضافة أولمبيات 2036 تسمعين يا جماعة الحلم الكبير الحلم الكبير في ظل طبعا ترحيب كبير من اللي جاني اللي جاني الأفريقية بتنظيم الحدث الكبير ده أولا أولا هتاخد دعم كبير جدا من أفريقيا هتاخد دعم كبير جدا النهاردة أنت بتحل أزمة للتحاد اللي جاني الأفريقية مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية للشباب وما أدراك بيشارك فيها 6000-7000 لعب أنتوا أنا شاركت في الألعاب الأفريقية بس للكبار كانت في جهاريس برج ستسعة وتسعين أنت بتروح بتلاقي طفان من اللعيبة بنخش المطعم نلاقي 5-6000 لعب بيأكلوا حدث كبير جدا فأنت لما النهاردة تحل أزمة زي دي الأفريقية وتبقى أنت السند والضهر أكيد كل دول أفريقية هتسندك في ملفك في استضافة اللومبيات 26-36 واللي هيسندك كمان أنت تبقى أول دولة أفريقية تأمل كده أول دولة أفريقية تقول أنا عايزة نظم اللومبيات عشان تروح للومبيات الموضوع ما بيجيش فجأة اللومبيات كبارة عشان تبقوا فاهمين بس الموضوع ما بيجيش فجأة اللومبيات الشباب في السنغال بس أنا بتكلم مع الكبار الأمر ما بيجيش فجأة ده تخطيط ودولة كبيرة زي مصر ومؤسسات كبيرة الموضوع جايز زي أنت الأول لجحت في بطولات عالمية كبيرة بدأ يخش كوادر ليك في المؤسسات الدولية الكبيرة النهاردة أنت بتبص تشوف 15 حدث 22 حدث في السنة اللي فاتت تقريبا النهاردة عندنا 15 حدث في 22 النهاردة أفريقيا بتسند عليك عشان تنظم لها اللومبيات الأفريقية للشباب بعد كده ممكن تفكر في الشباب الكبار مثلا في الدورة اللي جاية أو اللي بعدها هو بتخش مثلا في اللومبيات الشباب اللومبيات العالمية للشباب بعد كده تروح للومبيات توكيو أو لومبيات 2036 وهو ده الحلم الكبير ربنا يدينا الصحة وربنا يدينا الصحة ويدينا العمر ونشوف مصر بتنظم اللومبيات ويبقى ده هدف كبير جدا لدولتنا دولتنا العظيمة مصر